الخبر أول يعدنا عن فضيحة أحمد أبو الرب القوصة قولها بدأت يا حبايب لما أحمد أبو الرب نزع على حسبه بالإنستجرام ستوري ولكن حذب هذا الستوري بعد دقيقتين بسبب نزوله بإنسان التهجم الكبير تعرضي يا حبايب هذا الستوري اللي هو كان هذا يقول آسف ما بقدر انشر ستوريات كثير بتخص الخضية بخاف حسابي يتمند بسهل الستوري وخلاص هاشتاغ انقذوا ببرقة فتعرض للتهجم بشكل مطابع ان انت اياما تنشع على موضوع اياما تنشرب هذه الطريقة ولكن بنهاية يا حبايب لازم من نتهجم على هذا الشخص بنهاية يمكن تكون أحمد أبو بحساب الإنستجرام هو مصدر رزقه بنهاية اذا هو حاب ينشر ينشر اذا ما ينشر لا ينشر بسبب ايشخاص لا يعرف ما يصر حاليا فلسطين وبالضبط حالي ببرقة فلازلتكم مقطع على القناة الثانية يا حبايب اللي اسمها مملكة المشاهر الرابط الوصف يا حبايب لازم تروح تشوفوا طبعا المقطع ممكن يحذف بعيد لحظة لانه شي خاصة فلسطين حاليا قاعد يحذف ولكن هذا اقل شي نقدر نسويه حبايب باتجاه القضية راح تقوموا رابط الوصف راح شوفوا المقطع عامو تنشروا بكل مكان وتعرفون شو اللي قاية يصر حاليا وشون تقدرون تساعدون نرجع احلينا لأحمد أبو بربي يا حبايب فعمادة نزل شوية تسواريات صار يقول بها انه ما يقدر نشر حاليا اي شي خاصة القضية بشكل عام عمود بي نحذف الحساب مالتا ولكن نوعا ما يحاول ينشر الاشياء اللي ما السبب الحذف الحساب منما اشياء نوعا ما تساعدوا القضية والناس يصروا اكثر عدد من الناس يعني يصارون يعرفون باللقاء يصر حاليا في فلسطين ورد على اشخاص اللي يتهجمون عليه ويقول انه حاليا يعني نوعا ما حذف الحساب فماكو داعي للتهجم وبنفس الوقت يقولوا حاليا هواي الستوريات قاعدت تجيب عنده مشاهدات فهي كلمة حاليا قاعدت الحساب عليه رحطوكم الستوريات شوفوها عم تفتهموا الموضوع بشكل اكبر يا جماعة انا تعبت في اشي كثير مهم لازم اواضحه اللي قاعد بصير حاليا في نابلس اشي كثير مستفز تمام ودمي محروق على الموضوع ونفسي هيك انشر خلص فعامي انشر كل اشي بقدر عليه بس انا عم بتأنف الموضوع عم بنشر بطريقة غير مباشرة ليش عشان اذا هسا بنشر كثير مرة واحدة حسابي حينحذف فبالتالي الفائدة هتقل حقدر انشر اقل على الموضوع فبالتالي بنشر بطريقة غير مباشرة عشان قدر انشر اكثر على فترة اطول اكثر ناس يشوفو مش مهتم بحسابي نفسه ولا الصور اللي عليه ولا اللايكات اللي عليه زي ما انا عندي حساب لو يروح بعمل غيره مش مشكلة الحساب بس انا عندي هاي المنصة وفي عندي هاي الأضواء الموجهة علي بدي حاول استقلها لأطول فترة ممكنة حلو حسابي مهدد من وقت لما كون نرش عن الشيخ جراح اشي واحد هسا يوكل ريبورت من انستجرام خلاص تسكر الاحساب اشي واحد فانا عباكون ها حذر اه بنشر هي لا هاي لا هاي دير بالك هاي في كلمة معينة ممكن تدل لا هاي بنشر هي لا عم بحاول عم بركز اكثر شيء على الهاشتاق عشان انتو تفوت واجهو الهاشتاق شوفو كل اشي تمام بس لانو انا كثير بتذايق لما اتهم اتهمات يعني والله العظيم اشي جد بيخلي الواحد يعني انا في ناس حاقدين علي في ناس بيدورولي الغلطة انا نزلت ستوري بس لدقيقتين بس نزل دقيقتين لغيته فهي قاعد بنتشر وبنتشر وقاعدين بردوا عليه طبعا انا لغيته لغيته الستوري ايش بتكون مني بس ليس هاي نعمل التوضيح و بس اوكي بدل ما تدور الغلطة للمشاهير وهذا نشر وهذا ما نشر وهذا عبرش وهذا بش بدل هل حكي الفاضي خلص ركز حالك اعمل لي عليك واذا بدك امعت لهم مسجد شجعهم احكي لهم بس هذا الاسلوب يعني سيء جدا سيء يعني بصراحة واللي برد علي فيديو واللي بعمل واللي بسوي قل لي اوف وحتو الله وربي لغيت الستوري يعني الستوري نزلت دقيقتين الكل عم بسألني عن صور احمد نشيط وراي طبعا الله يخده احمد نشيط مرة سوي فيه مجلب عبه كل غرفة صور وهدول الصور مش جديد لنوصلهم وشيلهم فبس منور الحمد لله الفترة الماضية القامي كثير زادت يعني الرقم اللي كنت اوصله بأربع شئ ساعة حسا عم بوصله بنص ساعة كمشاهدات الستوري فمعهد الرقم عم تيجي مسؤولية كبيرة يعني اشي نشرته دا ايتين نمسك علي وفاهميني انشاء الاملي فالمرور الجاي هكون حذري كثير شو بنزل يعني مجوز أستشير صحابي أستشير الناس كذا قبل ما ألازل اشي موي ووصولوا بالحمق يا ربي الناس هناك اللعين اشتركوا في القناة